اشتركوا في القناة يعني ممكن نأخذها بفئات عمرية متفاوتة فلو خذنا على سبيل المثال في سن مبكر من سن 18 إلى 30 يحصل عند بعض الحالات نفس الأعراض اللي ذكرناها وأحياناً قد تصل إلى درجة الاحتباس البولي ومما يميز هؤلاء الحالات وجود شعر زايد في الجسم وتكيس في المبايض مع صعوبة البول وأحياناً يصل إلى الاحتباس وهذا يسمى بمرض فاولر وهي الدكتورة الإنجليزية اللي وصفت المرض وأيضاً هناك حالات من عدم تفريغ البول من غير ما سبق ذكرها من أعراض وأمراض ومن ضمن الحالات اللي يحصل فيها صعوبات تبول ما بعد الولادة وبالذات إذا حصلت ولادة طويلة قد يحصل أن المريضة تشعر بصعوبة في البول أو تدخل في الاحتباس بولي ويستمر هذا الأمر معها وهذا ما نسميه اضطراب التبول قد يكون هناك بعض الأمراض المزمنة العصبية مثل مرض تصلب اللويحي أو الأميس يأثر وفي بعض الحالات ممكن مرض السكر قد يأثر على عضرة المثانة فالتفريغ يكون أقل كفاءة وفي حالات قليلة الدسك أو الانزلاق الغضروفي إذا ضغط على أعصاب الحوض قد يؤدي إلى ضعف عضرة المثانة وعدم كفاءة التفريغ تشخيص الحالة يكون بالفحص تدفق البول بتخطيط المثانة وتقييم الوضع والعلاج يكون حسب التشخيص إنه ممكن نعالجها من وسائل العلاج الممتازة لحالات صعوبات التفريغ بالذات في حالة مرض فاولر والعلاج بالمنظم الكهربائي لأعصاب المثانة وهذا يساعد في علاج الحالات بشكل ممتاز نتمنى الصحة للجميع